اشتركوا في القناة وتعديل قانون التقاعد لتكييفه مع الزيادات الاستثنائية رئيس الجمهورية يأمر بتوظيف 12 ألف أستاذ متخصصا لتأطير الرياضة المدرسية ويشدد على منح الأولوية للإذاعة وتلفزيون ضمن المدينة الإعلامية الجزائر تندد بخلوقات فتح ممثلية دائما للاتحاد المغاربي لدى الاتحاد الافريقي وتصفه بالطائش وغير النزيهة وتحتفظ باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حسب التطورات الارتقاء بالعلاقات الجزائرية البرازيلية والاهتمام بتطوير التعاون العسكري بين البلدين في صلب زيارة الفريق الأول سعيد شينغريحا إلى البرازيل ألا وسلم بكم مشاهدينا مجددا بداية أن ترأس سيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس اجتماعا لمجلس الوزراء خصصا لمراجعة منح التقاعد وعروضا مشتركة بين قطاعات وزرية تخص شرطة العمران تحلية مياه البحر وإنجاز مدينة الإعلام بالإضافة إلى عرضين يتعلقان بالرياضة في المدارس الابتدائية والتحضيرات لموسم الحج لسنة 2023 ترجمة نانسي قنقر وعقب افتتاح سيد رئيس الجمهورية الجلسة والجلسة الاستماع لعرض سيد الوزير الأول لحصيلة نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين أسدى سيد الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجهات الآتية بخصوص مراجعة منح التقاعد والتضامن وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون التقاعد لتكييفه مع الزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات والتي أقرها سيد رئيس الجمهورية في جنوبي 2023 مجددا التزامه بمواصلة استراتيجية تحسين المستوى المعاشية للمواطنين ومنهم المتقاعدون كفئة قدمت الكثير للجزائر خلال سنوات الخدمة وهي تستحق كل العرفان والتتمين كما قرر رئيس الجمهورية في مرحلة أولى رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 ألف دينار وإلى 7 ألف دينار لمن يتقاضى حالياً 3 ألف دينار حيث ستشمل المراجعة قرابة مليون مستفيد بخصوصية تحضيرات لموسم الحج لسنة 2023 وفق مجلس الوزراء على تخفيض تكلفة الحج إلى 770 ألف دينار بدل 850 ألف دينار وهي التكلفة الأصلية للسنة الماضية بخصوصي الرياضة المدرسية ثمن سيد ورئيس خطوة الإعداد لمخطط قاعدي حقيقي للرياضة المدرسية لفتح أفاق جديدة أمام النشأ كخزان للنخب الرياضية ثم أمر السيد ورئيس ببدء توظيف 12 ألف أستاذ متخصص متخرج لتأطير رياضات المدرسية استحداث مديرية عامة لرياضات المدرسية في قطاع التربية الوطنية السيد ورئيس أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة أمجاد الرياضات الجامعية بإطلاق بطولات الرياضة الجامعية ما بين الجامعات والأحياء الجامعية بخصوص شرطة العمران أكد سيد ورئيس شرطة العمران ضرورة ملحة أمام ما يعرفه مجال العمران من فوضى وغياب صارم للمراقبة والمتابعة خاصة ما تعلق بعمليات الاستلاء على أراضي الدولة إن شاءوا لجنة مشتركة عاجلا بين قطاعي الداخلية والسكن والعمران من أجل الخروج بنسخة نهائية لقانون ينظم عمل ومهام شرطة العمران أن تكون من المهام الأساسية لهذه الشرطة ضمن القانون الرقابة الصارمة للوثائق والمستندات ومطابقتها سواء المتعلقة بالبناءات الجديدة أو عبر أحياء البلدية أو التوسعات العمرانية أن توضع شرطة العمران تحت وصاية وزرية ولأفرادها إمكانية الاستعانة بالمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني بخصوص عرض حول مشاريع تحلية مياه البحر شدد سيد رئيس الجمهورية على ضرورة تعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل شريط الساحل الجزائري كمخطط استراتيجي خصوصا أن تكنولوجيا التحكم في محطات تحلية البحر أصبحت جزائرية خالصة بمان توزيع المياه باستمرار وبحكمة أمام حالة تذبذب التساقط السائد وطنيا ودوليا أمر سيد الرئيس بمراجعة مخططات تسيير توزيع المياه بما يوافق التوزيع العادي للماء الشروب بين الأحياء وضمن رزنامة معقولة أمر سيد الرئيس كذلك باستخدام أحدث تكنولوجيات لتنظيم استهلاك المياه بهدف الحفاظ على هذه المادة الحيوية كما شكر سيد الرئيس في آخر العرض وزيرية التعليم العالي والتكوين المهني على تكوين المهندسين والتقنيين في مجال تحلية المياه للرفع من قدرات التحكم البشرية في محطاتنا بخصوص إنجاز مدينة الإعلام كذا سيد الرئيس أن استحدث مدينة الإعلام يجب أن يتماشى مع التطور الحاصل في مجال السمعي البصري عالميا منحو الأولوية لتطوير التلفزيون والإذاعة الوطنية ضمن هذا المشروع الإعلامي الكبير حتى يكون قاطرة لتجديد مشهد السمعي البصري في الجزائر استدراك وتأخرية المسجلة في قطاع الاتصال على جميع المستويات بالنظر إلى الديناميكية المميزة التي تشهدها الكثير من القطاعات الحكومية في غتام الاجتماع تمت المصادقة على عدد من مراسيم التعيينات وإنهاء المهام في مناصب عليا في الدولة استقبل رئيس والجمهورية أمس وزيرها الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية فيصل المقداد حاملا رسالة من الرئيس السورية السيد بشار الأسد وجرى الاستقبال بحضور وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ومدير ديوان رئاسة الجمهورية محمد ندير العربوي وعقب الاستقبال شدوزير الخارجية السوري بدور الجزائر الفعال بصفتها رئيس الجامعة العربية على مستوى القمة الجزائر بصفتها رئيس القمة العربية تحملت مسؤوليات كبيرة ودافعت عن حقوق الشعب العربي في كل مكان والجزائر قيادة وشعبا وقفت إلى جانب سوريا في كل التحديات التي مررنا بها خلال الفترة الماضية نحن كنا إلى جانب الجزائر أيضا في العشرية السوداء ناضلنا ضد الإرهاب سويا كما ناضلنا ضد الاستعمار وضد كل التحديات التي مرت به الجزائر وشعرت هذا اليوم خلال هذا اللقاء مع فخامة الرئيس بأن لا أدري إذا قلت شعبي الجزائر وسوريا أو شعب الجزائر وسوريا أيهما أصح لكن في إطار السيادة نحن لا بد أن نحترم كل هذه القيم شعرنا بأن الجزائر ذات العنفوان والجزائر الجاهزة دائما للدفاع عن مصالح أمتها ما زالت هي الجزائر التي نعرفها فيصل المقداد ثمن العلاقات المتينة بين الجزائر وسوريا فخامة الرئيس أكد على أن الجزائر لن تتخلى عن سوريا مهما كانت الصعوبات كما كانت سوريا إلى جانب الجزائر في كل التحديات وهذا هو ما نتطلع إليه من علاقات قائمة بين البلدين قد نستخدم الآن تعابير استراتيجية وتعابير التضامن لكن تبقى المشاعر الحقيقية هي المشاعر الصادقة في إطار التعاون وزير الخارجية السورية شهد بالمساعدات الإنسانية التي أوفدتها الجزائر عاقب الزلزال الأخير الذي ضرب جنوب سوريا أود أن أعبر لكم جميعا عن التحيات الحارة لسيادة الرئيس بشار الأسد إلى الشعب الجزائري وإلى القيادة الجزائرية وخاصة على الوقفة الصادقة التي عبر عنها الشعب الجزائري بقيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون بعد وقوع الزلزال على سوريا وكان زلزالا كارثيا من أوائل الفرق التي وصلت لإنقاذ الشعب السوري إنقاذ الدماء السورية كان فريق الجزائر والذي قام بدور أساسي لا يمكن لأي سوري إلا أن يتذكره بكل اعتزاز وفخر والمساعدات التي وصلت إلى سوريا من قبل الشعب الجزائري تفوق الوصف رئيس الدبلوماسية السورية شهد بالدور البارز للجزائر وسوريا في الوقوف ضد المخططات السهيونية جزائر بصفتها رئيس للقمة العربية أيضا وقفت إلى جانب سوريا وتعرفون أن الجزائر كانت تريد أصلا أن لا تكون الجمهورية العربية السورية إلا في قلب الحدث العربي في قلب الجامعة العربية في قلب التضامن العربي في قلب العمل العربي المشترك من أجل تحقيق إنجازات على صعيد الواقع العربي وكانت الجزائر قد استضافت بعد القمة وقبلها أيضا وفودا فلسطينية من أجل توحيد العمل الفلسطيني في إطار مقاومة صهينة الأرض والإنسان وهذا الموقف الذي تتشارك فيه سوريا مع الجزائر يلقى كل احترامنا العلاقات الجزائرية السورية علاقات وطيدة ورابطة قوية بتاريخ الأمة العربية التي بدأت تجمع شملها وخبر عودة سوريا المنتظرة إلى مقعد الجامعة العربية جاء ليؤكد أنه لا حل للأزمة سوى الحل السياسي وهو ما تمخض عن بيان قمة الجزائر الأخيرة التي أكدت ضرورة التوافق العربي حول هذا الملاف تقول نجوة جدي عودة سوريا المنتظرة إلى الحضن العربي بعد 11 سنة من التغييب يعد جرعة أمل تخضع السياسات العربية إلى العمل على إيجاد حلون سلمية للأزمات العربية لا عسكرتها وهذا ما عملت من أجله الجزائر منذ بداية الأزمة عودة سوريا المرتقبة إلى مقعدها بالجامعة العربية كانت بذرتها الأولى في القمة العربية التي عقدت بالجزائر شهر نوفمبر الفارت إذ بذلت الدبلوماسية الجزائرية مساع حثيث بتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون لتدخل في مشاورات واسعة مع الدول الأعضاء من أجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية وهو المقترح الذي لقي موافقة من عدة دول عربية في الوقت الذي كانت بعض الأطراف على قلتها تتحجج بغياب التوافق العربي حول هذا الملف الجزائر كانت مصرة على ضرورة تغريب الحكمة والالتفات بمسؤولية لهذا البلد العربي الشقيق الذي يمثل جرحا غائرا آخر في جسد الأمة العربية على الجزائر أولا وهذا ما تقوم به أنها وفية لمبادئها لا نقبل أن يمس أي شعب عربي وأي دولة عربية بتطوطوا من أين كان ثانيا سوريا من دول مؤسسة لجامعة العربية من أعرق الدول العربية اتدادها حتى الدولة الأموية الجزائر لم تؤيد قرار إبعاد سوريا عن محيطها العربي بل أبقت على سفارتها مفتوحة وبتمثيل دبلوماسي رفضا لعزلها ومن الزلزال الأخير الذي ضرب شمال البلاد كانت الصورة مطابقة لكل تصور كسرت من خلاله الجزائر طوق الحصار لتقف جنبا إلى جنب مع الشقيقة السورية مهما فعلنا ومهما قمنا فلا يمكن وصف الدور الهام الذي تقوم به الجزائر على مختلف المستويات بيان قمة الجزائر أكد بوضوح على التزام القادة العرب بقيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ليتأكد مع مرور الوقت صحة مقاربة الجزائر ورؤيتها في عديد الملفات وقوة تحليلها للمستجدات على المستوى العربي والإقليمي وبالرغم من خيبة الأمل الناتجة عن تضيع فرصة احتواء الأزمة السورية في بدايتها سياسيا وداخليا لكن عودة سوريا إلى الحضن العربي تشكل استدراكا لكل الأخطاء السابقة في انتظار احتواء باقي الأزمات العربية والاسترشاد بمقاربات الجزائر البعيد عن التدخل والقريبة من الحلول النابعة من الداخل في التعاون العسكري اختتم أول أمس رئيس أركانيا الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنغريحا اختتم زيارته إلى جمهورية البرازيل الاتحادية حيث شارك في معرض لاد 2023 للدفاع والأمن المنعقد من 11 إلى 15 أفريل الجاري موفدوات تلفزيون الجزائري إلى البرازيل زكريا ميهوبي رئيس أركاني الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنغريحا وخلال مشاركته في معرض لاد 2023 للدفاع والأمن تحادث مع وزير دفاع جمهورية البرازيل السيد جوزي موسيو مونتيرو وسلمه رسالة خطية من قبل السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني موجهة لنظيره السيد لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية رئيس أركاني الجيش الوطني الشعبي أكد أن رئيس الجمهورية يولي اهتماما خاصا للديناميكية الهادفة للارتقاء بالعلاقات الجزائرية البرازيلية في كافة القطاعات بالأخص في مجال التعاون العسكري وبالمناسبة أكد السيد الفريق أول السعيد شنغريحا اهتمام قيادة الجيش الوطني الشعبي بتطوير تعاونها العسكري مع أحد بلدان البريكس المتمثل في البرازيل وخلال المعرض كان لرئيس أركاني الجيش الوطني الشعبي أجندة عمل تمثلت في عدة لقاءات حيث التقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين الفريق أول تباحث أيضا مع عدد من مسؤولية شركات الهندية المشاركة في معرض لاد 2023 وعقد جلسة عمل مع القائمين على الشركة البرازيلية لتصنيع طائرات أمبراير كما زار مصانع الشركة في ساو باولو رئيس أركاني الجيش الوطني الشعبي طاف طيلة أيام المعرض بمختلف الأجنحة حيث تلقى شروحات حول آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال صناعة منظومات الأسلحة قصد الإطلاع ومواصلة مصارع سرنة الجيش الوطني الشعبي بين الجزائر والبرازيل علاقات تاريخية وآفاق واسعة لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات لا سيما العسكرية والأمنية منها زكرياء ميهوبي مفادو التلفزيون الجزائري إلى البرازيل في بيانين لوزارتي الخارجية عربة الجزائر وعن استغرابها العميقة من القرار المتهور والطائش لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي محمد فقي بقبول ما يسمى بأوراق الاعتماد من دبلوماسية مغربية تقدم نفسها زورا على أنها الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الافريقي هذا السلوك غير المسؤول لا يعتبر غير مقبول لا سيما أنه يأتي بعد المساعي الملحة التي بادرت بها سلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الافريقي من أجل اعتبار هذا التعيين المزعوم غير مؤسس والذي وفقا لنصوص المنظمة للعمل اتحاد المغرب العربي لا يقع ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي والذي انتهت آخر عهدة لها بتاريخ الفاتح أوت 2022 دون أي إمكانية لتمديدها إلا أنه من خلال هذا الافتراء المتكرر يسعى إلى خدمة أجندة البلد الذي يستضيفه في هذا صدد تود الجزائر أن توضح أنه لم يتم استشارتها بشأن هذا التعيين والذي جرى خارج القواعد المنصوصة عليها في معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي لفيفري 1989 والتي تقتضي في هذه الحالة التصويت بالإجماع من قبلها الدول العضاء على مستوى مجلس الوزراء الخارجية وهي الهيئة الوحيدة المخولة لاتخاذ القرارات سواء فيما يتعلق بهذا التعيين أو بإقامة علاقات تعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى وهو ما نصت عليه خاصة المدة السادسة من المعاهدة والمدتان خمسة والسبعة من النظام الأساسي العام المحدد لصلاحية الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وكذا بموجب قرار مجلس الرئاسة المؤرخي في الثالث والعشرين فبراير ألفين وتسعمائة وتسعين كما ترفض الجزائر لجوء مفوضية الاتحاد الإفريقية لاستخدام صفة بالنيابة كخدعة قانونية من أجل التعامل مع وضعية الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي وتؤكد أن معاهدة فبراير ألفين وتسعمائة وتسعة وثمانين المنشئة لاتحاد المغرب العربي لا تنص بتاتا على مثل هذه الوضعية بقبوله لهذه المسرحية البروتوكولية المبتذلة فإن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يرضخ لعملية تلاعب غير نزيهة تم إعدادها وتنفيذها لغاية لا تخدم بأي حال من الأحوال مصالح اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي الذين تؤكد الجزائر تمسكها الثابت بهما وتنتظر الجزائر من مفوضية الاتحاد الإفريقي توضيح موقفها النهائي بشأن هذا الانتهاك الصارخ وغير المقبول للقواعد البروتوكولية والقانونية وتحتفظ لنفسها باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حسب تطور هذه القضية خلال اليوم الثاني من زيارته لولاية غردايا وقف وسيط الجمهورية مجيد عمور عند مستوى الخدمات المقدمة في بعض الإدارات حيث أكد وجوب تخصيص يومين لاستقبال المواطنين ومتابعة الملاحظات المدونة في سجلات الشكاوى وإيجاد حلول ناجعة لها وخلال لقائه بفعاليات المجتمع المدني استمع وسيط الجمهورية إلى انشغالات المواطنين كما أشرف في ختام الزيارة على تسليم رخص استغلال للمستثمرين في عدد من المجالات وعلى إثر الأوضاع المؤسفة التي تعرفها العاصمة السودانية تتابع زارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالخرطوم أوضاع الجالية الجزائرية الموجودة في هذا البلد الشقيق وتؤكد أنه بعد التواصل معها من قبل مصالح السفارة لم تسجل أي إصابات بين أفراد الجالية الجزائرية من جهة أخرى تدعو الوزارة وعضاء الجالية الجزائرية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات المحلية وإلى التواصل المستمر مع مصالح السفارة الجزائرية من أجل توفير الدعم والمساعدة وقصد الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم وهذا عبر الرقم الأخضر الظاهر أسفل الشاشة وفي مستجدات الوضع في سودان شهدت البلاد خلال الثمانية والأربعين ساعة الأخيرة اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم أسفرت عن مقتل ستين شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح بين عسكريين ومدنيين وفي السياق ذاته أعلن برنامج الغذاء العالمي عن تعليق جميع عملياته بشكل مؤقت وهذا عقب مقتل ثلاثة عاملين تابعين له خلال الاشتباكات الأخيرة في إقليم دارفور إلى ذلك أعلن الجيش السوداني موافقته على مقترح الأمم المتحدة المتعلقة بفتح ممرات أمنية آمنة للحالات الإنسانية لمدة ثلاثة ساعات هذا وتتعالى دعوات دولية لضبط النفس وتغليب لغة العقل قصد التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة لا تجنيب البلاد الوقوع في انزلاقات خطيرة تقول إيمان بالملود قلق عربي ودولي إزاءة دهور الأوضاع بالسودان بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بعدة مناطق استراتيجية بعاصمة البلاد اشتباكات كانت قد اندلع تمسي بالأسلحة الثقيلة خلفت عدة قتلى ومئات الجرحة وضع مؤسف آلت إليه الأوضاع بالمنطقة تله تنديد دولي واسع على رأسها الجزائر الرئيسة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع بالسودان داعية جميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات مهما بلغت درجة تعقيدها مع إعلاء المصلحة العليا للبلاد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بدوره وجه الاتحاد الأفريقي نداء عاجلا لكافة الأطراف من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات قصد التوصلي إلى تسوية سلمية للأزمة الأوضاع في السودان من شأنها الإخلال باستقرار البلاد وجرها إلى ما لا يحمد عقباه فواجب التريف ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار باستعادة الهدوء عن طريق الحوار لتجاوز الأزمة واستتباب الأمن في المنطقة في ملف الصحراء الغربية طلب نشطاء وحقوقيون ينتمون إلى حزب العمال الاشتراكي الإسباني بضرورة تصحيح الأخير لموقفه بشأن النزاع في الصحراء الغربية وفقا لالتزامات إسبانيا والمسؤولية التي تقع على عاتقها لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال وفي المغرب قادت تحقيقات موسعة مشتركة بين وكالة أنقاذ القانون الأوروبية والشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية والحرس المدني الإسباني إلى تفكيك واحدة من أضخم شبكات الاتجار في مخدر الكوكاين وغسيل الأموال في أوروبا من بين أعضائها مواطنون من المغرب وتمكنت خلال الفترة الماضية من غسل ما لا يقل عن 180 مليون يورو من الأرباح غير المشروعة المتحصلة من الاتجار بالكوكاين عبر الاستثمار في مشاريع عقرية فخرة في العديد من المدن المغربية وبعض بلدان الاتحاد الأوروبي وبالرياضة نختم حيث أسفرت سهرة أمس عملية القرعة الخاصة بالدور الثمن والربع النهائي لكأس الجمهورية لكرة القدم بنادي الجيش بابن مستوس بالعاصمة أسفرت على نتائج التالية يواجه شباب الزاوية مشعل حاسم سعود شبيبة الثورة شبيبة جيجل نادي باردو ترجي مستغانم أولمبيك أقبو اتحاد خنشلة شبيبة الأبيار شباب الوزداد صفاء خميس مليانة جمعية الشلف شباب برج منايل نجم مقرى بينما يواجه شباب البرواجية جمعية الخروب وتجري مقابلات ثمن النهائي يومي الجمعة الثامن والعشرين والسبت التاسع والعشرين أبريل الفين وثلاثين وعشرين بينما برمجت لقاءات الربع النهائي يوم الجمعة الثاني عشر والسبت الثالث عشر مايو المقبل إلى هنا مشاهدي الكرام ننهي معكم أوراق النشر نلقاكم غدا بحول الله في أمان الله اشتركوا في القناة